أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي عدد من المبادرات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنية ومن بينها مبادرة إزرع وتعمل مبادرة إزرع على تلمية القطاع الزراعي من خلال عدد من المجالات من بينها التطبيقات التكنولوجية خطوة جديدة تبنتها مبادرة إزرع التي أطلقها التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي للتدريب على استخدام الإرشاد الرقمي من خلال تطبيق المرشد الذكي وهو من تطبيقات الإرشاد الزراعي التفاعلية ويساعد الفلاحين على التكيف مع التغيرات المناخية التي تواجه القطاع الزراعي فيه فعالية من أحد المدارس الحقلية اللي بندضب الفلاحين على استخدام الإرشاد الزقمي من خلال تطبيق اسمه المدشد الزكي المرشد الزكي هو أحد التطبيقات الإرشاد الزراعي التفاعلي هو تم إنشاؤه وتصميمه من خلال الهاية القبطية لإنجليا لخدمات الاجتماعية هدفه أنه يساعد الفلاح على التكيف مع التغيرات المناخية المرشد الزكي للفلاح تم تصميمه من خلال برامج فنية لستة عشر محصولا زراعيا وهو مرتبط ومتصل بمجموعة من محطات رصد التغيرات المناخية من رياح وأمطار ورطوبة لإرشاد المزارعين عن كيفية حماية محاصيلهم من الأحوال الجوية السيئة إحنا الوقت بالنسبة برضو لازم الحفاظ على المياه والحفاظ على البيئة عن طريق برضو استخدام إزاي تعرفنا على إزاي تعمل الكمبيست وعدم حرق المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة وبحيث إن إحنا نحافظ على الجو وعلى الانبعاثات الكربونية النادي عن طريق استخدام الموبيدات إحنا تعلمنا إزاي نعرف من المرشد الزكي التليفون يبقى معانا نعرف عن المحاصيل ونعرف عن المناخ الجو يعني نكتب عن المناخ الجو يجينا اللي في الجو نعرف الجو حار نعرف الزراعة نعرف أن إحنا وتعالى تصفتنا أن إحنا نعمل الكمبيست ونظر نعمله في البيت عشان نستفد منه ووفر علينا السبخ بالتعاون مع المجتمع المدني اعتمدت الحكومة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق معدلات مرتفعة من التنمية في كل القطاعات والمجالات منها قطع الزراعة الذي يعد من أبرز سواعد الدولة لنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير الأمن الغذائي ترجمة نانسي قنقر